أهلا بكم أكد وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطي على همية توحيد الخطاب الديني بما يعزز أواصر اللحمة الوطنية ويعزز من قيم الجمهورية ويكشف ويفضح زيف المشروع الإمامي الكهنوتي الذي جاء بنسخته الحوثية وشدد الوزير عطي خلال لقاه بموظفي ديوان الوزارة ومكتبي أوقاف مأرب والجوف على ضرورة بدل المزيد من الجهد في كشف خطر الانقلاب الحوثي الإمامي وتعارية مشروعه والحفاظ على الأجيال من كل المنزلقات الخطرة وغرس قيم التسامح والسلام ومبادئ الجمهورية في صدورهم وناقش وزير الأوقاف خلال اللقاء ترشيد الخطاب الديني وتنمية الأوقاف والمحافظة عليها وتحصيل الإرادات وكيفية عمل الخطط الاستراتيجية لاستثمار الوقف وتنميته مشيرا إلى أن المرحلة الراهنة تقتضي تظافر الجهود والوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبد الرب منصرهاد رئيس الجمهورية لابناء اليمن الاتحادي الجديد ونوه الوزير عطية إلى همية الشراكة مع دائرة التوجيه المعنوي في رفع معنويات المقاتلين الذائدين عن حياض الوطن ومبادئ ثورة السادس والعشرين من سبتمبر الخالدة ومكتسباتها العظيمة